السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم قناة أم م palette لتفسير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحباتي في اللي ياريت تشتركوا معايا أكتر ووطوا تواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية يد الميت محروقة أو سوداء في المنام عليه ما تدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة للرؤي لو شايف في منامه إن لي أحد الأشخاص اللي يعرفه أو المقرب إليه وكان يا إيديه كانت محروقة هنا بيدل على إيه هنا بيدل على إن الميت بيطلب من الرؤي إنه يدعيله بالرحمة وإنه يتصدق عليه وإنه يخرج زكاة لهذا الميت يعني عنده ثلاث حاجات يقدر يعمل منهم أي حاجة فيهم اللي يقدر عليه إنه يدعيله بالرحمة يعلي بالدعاء الكثير يتصدق يخرج مال زكاة يعني عليه إنه يتذكع على هذا الميت بالصدقات يخرج صدقات كتير لهذا الميت أو يدعيله بأمر الله تعالى عشان دعوته تستجاب لأن هنا الميت عايز حد يدعيله ويترحم عليه رؤية الميت لو المرأة المتزوجة شافت بقى رؤية الميت إيدي سودة أو سوداء هنا بيدل على حال هذه المرأة المرأة المتزوجة لو شافت إيد المتوفي سوداء وكان أحد الأشخاص ده مقرب إليها يبقى هنا حالتها هنا بقى بيدل على حالتها الاجتماعية ممكن تكون بتمر بفترة غير مريحة في حياتها أو إن هي بتمر بمشاكل ولكن إن شاء الله بإذن الله سرعان ما تزول هذه المشاكل أو تفسير آخر لها ممكن بيدل على إن هنا إشارة إشارة للمرأة المتزوجة بإن هي بتفعل معاصي ممكن بتكون بيجيب في سيرة حد بتنم على حد بيحصل منها شيء في زنوب أو معاصي وعليها هنا الابتعاد عن هذه المعاصي والله أعلى وأعلم كمان لو برضك فيه إن لو ممكن أحد الأشخاص أو المرأة المتزوجة لو شافت إن فيه يد أحد المتوفين المقربين إليها أو اللي هي تعرفه وكانت سوداء ومجت بتمسكها أو بتمسك يديها هنا بيدل برضك على تفسير إن هي لازم تتذكر علاقتها بالله سبحانه وتعالى وعدم الإنغميس في المعاصي والزنوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ده كلها لو رؤية اليد المحروقة أو يد السوداء في المنام أما بالنسبة للرجل لو شاف فيه منامه رؤية الميت ودي سوداء هنا بيدل على إن الرأي هنا في أحد الأشخاص برضك المقربين إليه يكون الوالد أو الوالدة أو أحد الأشخاص المقربين إليه وشاف إن ده سوداء هنا بيدل برضك إن هو بيطلب منه الدعاء ليه وإنه يتصدق عليه أيضا يعني نفس برضك التفسير الأولاني خالص وكمان بيدل على إن ممكن الرأي بيستائق إلى المتوفي دوت ونفسه إن هو يشوفه فعليه برضك بإن هو يخرج له الصدقات الكثيرة والدعاء ليه بأمر الله تعالى بالترحم عليه طب برضك لو الرجل شاف فيه منامه إن المتوفي بيمسك إيديه وكانت إيديه سوداء هنا تنبيه ليه الرجل الأول الرائي بتنبيه ليه بإن هو يبتعد عن ارتكاب المعاصي والزنوب وعليه الرجوع لله سبحانه وتعالى دي كانت رؤية الميت لو كانت إيديه محروقة أو سوداء في المنام بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا وياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو أي حد عنده استفسار عن أي حين يبعته لي في التعليقات وانا ان شاء الله بإذن الله رد عليه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته